التاسع صباحا السابع بتوقيت جرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم جاء ذلك أخذ للاجتماع السيد رئيس بأضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القراء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن سيطرة أوكرانيا على ليمان يقلق معضلات جديدة للجيش الروسي وأضاف أوستن أن ليمان تقع عبر خطوط الإمداد التي استخدمتها موسكو لدفع قواتها وعتادها إلى الجنوب الغرب مع مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأتها قبل أكثر من سبعة أشهر مشيرا إلى أنه بدون هذه الطرق سيكون الأمر أكثر صعوبة قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبراخت أن ألمانيا ستسلم أول نظام من بين أربعة أنظمة دفاع جوي متطورة إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة وأضافت خلال زيارة غير معلنة لمدينة أوستن الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي ستساعد في التصدي لهجمات الطائرة الروسية المسيرة وتواجه ألمانيا دعوات لزيادة دعمها إلى أوكرانيا بما في ذلك إسال أسلحة هجومية مثل الدبابة الحديثة التي تقول كييف إنها تحتاجها لمهاجمة القوات الروسية أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الدارية أن المدير العام للمنظم أرفاء الجروسي يعتزم زيارة موسكو وكييف لمناقشة مبادرة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابريج النووية وقالت الوكالة في بيان أن المدير العام بيواصل مشاوراته والجهود الأخرى الهدفة إلى تحقيق الأمن النووي في أقرب وقت ممكن أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قمة القادة الأوروبيين التي ستعقد في براغ ستتطرق إلى حماية البنى التحتية الأساسية للاتحاد الأوروبي خاصة بعد التخريب الذي طال خطي أنبيب نوردستريم في بحر البلطيق واعتبر ميشيل أن تخريب نوردستريم هو تهديد للاتحاد الأوروبي بالكامل تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية في البرازيل حيث يتنافس عدة مرشحين للفوز بالفترة الرئاسية المقبلة التي تمتد لأربع سنوات وتنحصر المنافسة بين قوى اليمين ممثلة في مرشحها الرئيس الحالي جايير بولسونارو وبين قوى اليسار ممثلة بمرشحها الرئيس الأسبق لولا دا سلفا وافقا لستطلعات الرأي حافظ لولا دا سلفا على تقدمه في نوايا التصويت بفارق أربع عشر نقطة على بولسونارو ما ينعش آمله في الفوز بالانتخابات من الجولة الأولى أعلنت السلطات الاندونيسية ارتفاع حصيلة قتل حادث التدافع وقلال مباراة لكرة القدم إلى 174 شخصا وأوقعت المأساة في مدينة مالانج شرقية البلاد هذو أدت إلى إصابة العشرات أيضا في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب الرياضية في العالم وقررت السلطات تعليق مباراة كرة القدم في البلاد لمدة أسبوع وفتح تحقيق في الحادث إذن مشاهدين تابعنا هذا الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيار كود الظهر على الشاشة هذه تحياتي لؤي أبازة وهذه عودة للزميلة مننا لاستقمال فقرات لقي أخبار الصباح شكرا لك لؤي